العم محمد العلي والد الشهيد الشيخ وليد العلي مساك الله بالخير عمي وعظم الله أجركم وأترك لحضرتك الكلمة في ماذا تريد أن تقول ما هي الرسالة ما هي الآن الحالة الأسرية اللي تلو تطمن عليها عم محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بداية السلام ورحمة الله وبركاته مشاهكم الله وخير جميعا يعني أنا لا أعرف كيف أتكلم عن ولي لما كان سؤالك عن الحالة الأسرية فحنا نفضل الله تعالى يعني تفضل الله علينا بهذا الحدث يعني اليوم هنا العاقل العاقل أن يستثمر الواقع العاقل أن يستثمر الواقع الواقل عند أبننا رحل ولكن كيف رحل كيف رحل نعم نعم ولدنا قتل ولدنا في سبيل الله نعم 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 بالله هذه بشرة أن هذا الحدث دعلك وليد تصنيفه الذين قتلوا في سبيل الله نعم نعم ما مات في حادث السيارة مثلا أو سكتة قلبية إنما قتل وهو ما راح بس قتل كان رايح سياحة رايح يعني لأمر دنيوي إنما ذهب في سبيل الله فتحقق في هذه الآية تحققت هذه الصفات الذين قتلوا في سبيل الله ولا كأن يعني نتخيل ما بعد هذا قتل في سبيل الله مو أموات بل أحياء من عند رب يرشقون على ضوء هذه البشرة على ضوء هذا الكلام كلام من ليس بكلام رئيس حاكم ولا صحيفة إنما قول الحق الله سبحانه وتعالى الذي لا تشوفوه شائبة فاليوم إذا كان الولد عند ربه يرزق ذول فريحين بما آتاهم الله من فضله لو أدركنا هذا الكلام وجسدناه العقل يجفعنا نحو السرور والسعادة والفخر معاك طال أمرك؟ معاك طال أمرك معاك معاك كلامك الجميل والراغ وعلى سن الله يثبتك يا رب يبقى إذا سلمنا أمرنا إلى مشاعرنا نبكي نعم بكأ وإذا سلمنا أمرنا إلى عقولنا نتوقف ونجسد هذا العطاء لا نهائي من الله سبحانه وتعالى ولدنا اليوم هذا أخذ جهادة ماجستيت وهذا أخذ شهادة بالدكتوراه وهذا أخذ شهادة إنه الآن عند الرأي حي يرزق سرح لا إله كيف ما يدفعني هذا نحو السرور أنا لا أبالغ يعني ولا أتصنع أني أنا متماسك وأني أنا لا إنما أستحبر هذه الآية أستحبر هذه الآية وأتوقف عندها لذلك أنا بعد ما رجعنا من المقبرة أنا يعني أظلم علينا الوقت ونحن ما خلصنا من جمهور الناس تذكروا الله سعيهم ما شاء الله قديتنا البيت أولا قلت لهم باركت لهم قلت لهم مبروكون اليوم اللي بجيكم يعزي قولوا لي شوفوا مكان ثاني تعزي حنا اللي بيهنين يجينا ولو ما الحياة شرتها الكراتي من البيت على ضوء هذه الآية الكريمة أنا بس قاعد يعني أطلت بالإجابة على تؤالك على السيوم بالعكس إجابتك يعني قاعد تلهمنا وقاعد تغوينا وقاعد نقول إحنا وين يعني الكلام اللي قاعد تقوله فعلا محتاجين فعلا محتاجين نسمعه محتاجين الكل يسمعه من مشرق الأرض إلى مغرب فعلا أصلا الله يثبتك ويثبت أهلا يا رب يوسح على قلوبك تفضل اليوم وليد وخوات وليد وإخوان وليد وهل وليد لما تسلط الضوء وتحط الماكروس على هذه الآية وتكبرها يشوف تقول الناس كلها بتموت شئنا أم أبينا صحيح أفإن متفأهم الخالدون يعني القضية منتهية نسل الله حسن الخيتام جميع نسل الله حسن الله اليوم نفرد نسلنا من سائر الناس نسلنا من سائر الناس نسلنا من عنية القوم نسلنا من عنية القوم هذا الجم هذا المكبار يعني تسكرت من البشر هالعزة هالسيارات هالتليفونات هالرسائل ليش غير من صراح هذا الولد ومن هالناس اللي الحقيقة يجبرت خاطرنا فإحنا الحقيقة جوابي على سؤالك كيف الأسرة أبشرك الحمد لله نحن على أفضل ما نكون الحمد لله أسى دوم إن شاء الله أسى دام عمي حاب تقول شيء بالختام عمي ختاما حاب تقول شيء أقول يعني نظرنا ضمن المشاعر نبكي أحيانا نسلم نفسنا للمشاعر نبكي وسيد البشر بكى نعم وإن نبكي لكن ليس جزعا ليس جزعا ليس جزعا حشا لله هي الفرقة فقط هي الفرقة الحمد لله عظم الله أجرك عمي وشكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا شكرا جزيلا لك